اشتركوا في القناة وعلى الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله ووقاتكم بكل الخير نحن نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة حياكم الله معنا في هذا البرنامج وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة حياكم الله وبرك الله فيكم سلام لا زال الحديث متواصلا فضيلة الشيخ الدكتور في سورة الصافات ولا زال الحديث حول قصة إبراهيم عليه السلام يعني تحدثنا في الآيات السابقة حينما مر على قومه وسألهم عن الأصنام التي يعبدونها والحوار الذي دار بينه وبين تلك الأصنام إلى أن وصلنا إلى قول الله تعالى قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هذه القصة وردت في غير موضع وفي أكثر من موضع لكنها وردت هنا باختلاف عما وردت في سورة الأنبياء والذاريات من هو هذا الغلام وهنا قال حليم وهناك قال عليم صحيح؟ طالق الله فيك عن السؤال المباشر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أولا كما تفضلت قضية وصلنا إلى قوله تعالى فبشرناه بغلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قال إبراهيم إبراهيم الخليل قال هذا الكلام وحتى إن العلماء قالوا لماذا هاجر يعني هاجر من البلاد التي كان فيها عندما أرادوا حرقه وأرادوا قتله العلماء توقفوا وقالوا عندما تضيق الحال بالدعاة بالداعي الموحد برسول مثل إبراهيم الخليل فلم يجد صدا عند قومه ورموه في الجحيم والله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأنجاه منها ومع ذلك لم يطق أن يبقى معهم فهاجر إلى ربي كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة صحيح وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين وقال سيهدين وهو متحقق مؤكد متأكد أن الله سيهديه بعد ذلك قال ربي هب لي من الصالحين دعا دعاء وحتى إن العلماء يقول الصلاح من أعظم الصفات التي يطلبها الإنسان إبراهيم الخالي دعاها لنفسه قال ربي هب لي حكما وجعلني من الصالحين الصلاح مرتبة عظيمة هذا قال هب لي وليس أجعلني نعم أو ليس هبني نعم هب لي حكما حكما أي حكمة وجعلني من الصالحين هو 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 هل هل الفعل وهب يتعدى بحرف الجر يعني هب هبني لماذا هب لي لمصلحتي اللام هنا لام الاستحقاق لام حرف الجر تفيد عادة الاستحقاق فهنا هب حكما لمصلحتي لنفعي بهذا أما عادة الفعل وهب وهبنا زكريا يحيا مثلا وهبنا له ذريته يتعدى بدون حرف الجر صحيح لكن إذا وجدنا حرف الجر فلمعنا و كثيرا ما يتقوى اسم الفاعل بالحرف ذكرنا أمثلة فهنا على ما أفهمها هب لي حكما أي لمصلحتي و لمنفعتي لكن هب لي من الصالحين لا ليس هنا أقصد قبل أن قرأت لك قاية عندما دعا لنفسي نعم نعم هب لي حكما وجعلني أنا من الصالحين هنا ماذا قال هب لي من الصالحين يعني لمصلحتي لأنه العلماء قالوا لأنه أحس بالوحدة إنسا عندما يهاجر ويترك قومه ويأتي إلى بلد هو غريب فيها ألا يحس ويشعر ألا يحس ويشعر بالوحدة وعدم الأنس فطلب من يؤانسه فقال هب لي من الصالحين يلافقوني ويؤانسوني مباشرة استجاب الله دعاء قال فبشرناه بغلام حليم بعض العلماء يقولون للترتيب والتعقيب مباشرة بعضهم يقولون الفأ في فلم لا لا فبشرناه فبشرناه عفا بعضهم يقول هي الفصيحة فاستجبنا دعاءه فبشرناه والبشرة كما تعرف الإخبار بكلام بشيء يصر البشرة البشارة والبشرة إخباره بشيء يصر سؤالك الذي بدأت به الحلقة ما شاء الله فبشرناه بغلام حليم هنا حليم وحليم كما تعرف من الحلم من الحلم من الأنا من الصبر حكمة من الحكمة حليم بينما في الذاريات كما تفضلت عليم وبشرناه بغلام عليم عليم من العلم هل هو ذات الغلام هنا كلام طويل سأحاول إيجازه وأنا بحثت في الموضوع في الحقيقة كثير من المفسرين يتوقفون بعضهم يقول إسماعيل وهو جمهور العلماء بعضهم يقول الذبيح هو إسحاق إسحاق وثمت أدلة لكن الدليل القاطع عندما نجمع عددا من الأدلة والقرائن السياقية في القرآن الكريم نتبين أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذبيح نتفق أنه إسماعيل عليه السلام لكن هناك من يقول هو إسحاق يقول لك فبشرناه بغلام حليم وثم يقول لك لما تنتهي القصة يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إذن يتحدثوا عنه واليهود خصوصا يقولون إسحاق والذبيح في أدلة ورويت عن فلان عن قتادة عن كذا أنا لا أذكر من رواها من التابعين فيحتمل الأمر لكن يا أخي العزيز عندما نعمل الأدلة العلمية القرآنية السياقية يتضح بوضوح لا يقبل الجدال أن الذبيح هو إسماعيل لذلك باختصار أقول لك الجواب ثم أفصل الحليم هو إسماعيل عليه السلام والعليم هو إسحاق فهنا المقصود إسماعيل عليه السلام إسماعيل تقول لي لماذا نقولك الآتي لما أراد أن يذبحه وكان ذاهبا هو وولده إلى منا قال يا أبو لي إني أرى في المنام أني أذبحه صح فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى ستأتي القصة قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صح لما قال ستجدني وعده أم لم يعده بلى وإسماعيل إنه كان صادق الوعد صادق الوعد ووفى في وعد وثبته لكن هذا ليس دليل قطعي لا دقيقة الأدلة عندما تتضافر شكرا على المداخل جميل عندما تتضافر وعده يقوي بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا لا ثمت أدلة قطعية أنا بدأتك بالظني لا مهنة طيب قال ستجدني قال إنه كان صادق الوعد قال من الصابرين اذهب إلى الأنبياء وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين من الصابرين هذا دليل قطعي وصفه بالصبر وهو تمنى ودع الله أن يكون عفوا رجاء ودع الله أن يكون من الصابرين وهذا يقول لك يا أخي ربي هب لي من الصالحين بعد ذلك تأتي آية في سورة الصابر يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إذن الذي دع به إبراهيم هو إسحاق واضح القصة يقول لك دعوك ربي هب لي من الصالحين وبعد ذلك جاءت البشرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين لا بس أنت قلت الآن فبشرناه بغلام الحليم إسماعيل مقصود فيها أنا أجيبك بأنه إسماعيل لكن قد يقول قائل حتى نفنل ألا تفيد الواو للمغايرة لكن ليست قطعية إن الصفى والمروة من شعائر الله الصفى والمروة قال الرسول ابدأوا ابدأوا بما بدأ الله به لكن في كثير من الأحيان الواو تفيد المغايرة وأحيانا لا تفيد المغايرة قولوا حطة وادخلوا الباب سجل وقولوا حطة هؤلاء لا تفيد المغايرة إنما الجمع لذلك السيد محمد نريد الأدلة القطعية لو واحد قال لنا جيدا أنت قلت من الصابرين و جئت بآية و إسماعيل و اليسعى و ذلك فكل من الصابرين إذن نقول لك في قوله و بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين هو المقصود في دعاء إبراهيم نقول له أيضا جاءت الشهادة بأن إسماعيل من الصالحين واضح عندما قال و اليسعى و إسماعيل و اليسعى و ذلك فكل من الصابرين و أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين واضح جميل عندما الأصمعي الراوي الكبير لقي المقرئ البصري أبا العلاء البصري أبا عمر بن العلاء المقرئ لما نقول قراءة أبي عمر بن العلاء نعم نعم كان نحويا و كان مقرئا قال له أيهما الذبيح إسماعيل أم إسحاق بن يسأل الآخر الأصمعي يسأل أبا عمر بن العلاء قال أيهما الذبيع قال له أين عقلك يا أسماعي قال أين عقلك متى كان إسحاق في مكة متى إسحاق كان في فلسطين مع أمه سارة بينما إسماعيل هو الذي ولد في البيت الحرام وهو الذي رفع القواعد مع أبيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هو إسماعيل هل لماذا جاءت هنا يخي القرآن يفسر بعضه بعضه والذي يقرأ كل صورة على انفراد هذا سيضل ما ورد في التاريخ أن إسحاق كان في مكة أن جاء إلى مكة أبدا متى كان إسحاق في مكة هذا كلام أبي عمر بن العلاء جميل جميل النحر أين تم في ميناء كما تعرف نأتي إلى دليل أقوى لما انتهت القصة قصة الدبيح كما قلنا جاءت قصة إسحاق وبشرناه بإسحاق صحيح لما عزم لماذا أمر الله أنا أسألك الآن لماذا أمر الله إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه في رأيك لي يختبره لأنه رزقه الولد بعد سن السادسة والثمانين صحيح فأخذ حب الولد شيئا من قلبه فاختبره الله ليخلي قلبه من حب الولد فكلفه لما صدق الرؤية وأقدم وأتى بالمقدمات هنا يا إبراهيم وقد صدقت الرؤية لأنك بذلت ولدك لله حبا لله وطاعة له قال وبشرناه بإسحاق نبيا والجزاء من جنسه العمل لما حاول أن يضحي بولده طاعة لله وانقيادا هنا بشره من جنس العمل وضعه ولدا صالحا ثانيا فهذا التحليل التحليل النهائي في سورة الدارية سيد محمد ها وهل أتاك نبأ الخصم لا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين جميل أقرأ لي ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جميل دخل الملائكة إلى إبراهيم وأتى لهم ب ب رمائدة بحنيذ بعجل حنيذ بعجل هنا سمين سمين صحيح صحيح رأهم لا يأكلون قال ما لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم عليم ما الدليل على أن العليم هو إسحاق اقرأ لي بشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم أألد وأنا عجوز عقيم جميل ما الدليل أنا أن الغلام العليم هو إسحاق سيد محمد نذهب إلى سورة هود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرة نفس المقطع ونفس المشهد حكيم العليم حكيم العليم في سورة هود سيد محمد ماذا قال ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فما لبث أن جاء بعجل حنيد إلى أن يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها في إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب إذن الغلام العليم أيوة نفس القصة لكن هنا مبهم الاسم وهناك ذكر الاسم في سورة الداليات أتى بصفته بغلام عليم في سورة هود أتى باسمه واسم ابنه وامرأته قائمة فضحكت فضحكت كما تعرف بمعنى إما الضحك وإما حاضت يعني هذا بالفعل استمعت إليه وتعجبت منه أنه ليس المقصود به الضحك المعروف الذي هو من الابتسام بعضهم يقولوا ذلك لكن الأولى ضحكت بمعنى حاضة ضحك أي حاضة أيوة أو حبلت يعني والتي تحيض تحبل وهذا بقدر الله و بقدرته جل جلاله المهم هنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي سيرزق الله إسحاق يعقوب صح هنا ذكره بالصفة هنا ذكره بالإسم جيد لو كان بشره بإسحاق وأمره بذبحه كيف يبشره بولده يعقوب واضح السلام لابد أن نقرأ قراءة كاملين نصف القرآنية لذلك هنا حليم وهو إسماعيل عليه السلام و الدليل أن البشر لإبراهيم بإسحاق جاءته و هو في فلسطين قال قال بعد ذلك ما الذي قاله جئنا لنهلك قوم ضوط في قصة إبراهيم في سورة الدليل بعدها مباشرة قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجر جايل أين في قرية سدوم أين تقع بجا في فلسطين يعني لكن السؤال إذا كان معنى ذلك التسلسل التاريخي لمقدم أبناء إبراهيم إسحاق فإسماعيل في الولادة لا إسماعيل فإسحاق ابنه البكر الأول هو إسماعيل يعني هو كان في مكة ثم هاجر نعم ثم عاد إلى الشهر عاد إلى الشهر هو كان من بلاد الكلدانيين العراق ذهب إلى مصر وهذا وهذا أحرى لأن التسلسل هنا هكذا نعم القصة في الداريات مع إبراهيم بالبشرى ثم إهلق قوم روت أنا جايك هذا يعني يعني هو لم يتحدث عن قصة إسماعيل أبدا لا أبدا وفي صورة هود البشرى لإبراهيم وصار صار ثم إهلق قوم روت والغلام العليم هو إسحاق والحليم هو الصبور وإسماعيل كان أشبه بأبيه في الصبر إن إبراهيم لأوه حليم لما نجمع هذه الآيات تتضح الصورة سبحانه وإبراهيم من أول العزم نعم هو أكبر يعني هو ثاني أول العزم بعدها نوح عليه السلام لماذا نقرأ هذه القراءة بالحقيقة ولو أطلنا شيئا ما هذه الأدلة تجعلنا نتيقن بأن إسماعيل هو الذبيح ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وعبد الله لما عزم جده عبد المطالب أن يذبحه ثم فده بمئة ناقة هذه القراءة التكاملية ضرورية العلماء المعاصرون في اللسانيات يسمونها التناص أنا أحبب تعطيك نافذة التناص حضور نص داخل نص في اللسانية المعاصرة ولا نقول لهم سبق هذا في البلاغة في البلاغة حتى التناص نعم في البلاغة وفي اللسانيات التناص حضور نص تعالق النصوص تحاول النصوص والله البيان القرآن سبق ولذلك لابد عندما يقول أم يقولون تقوله يتكلمون عن الرسول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون في نفس الصورة في الصورة أخرى قل ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقولها أي افتراه افتراه منتاز أنا أحيانا أنسى أن أشرح أم يقولون تقوله ترد صورة أخرى تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يا سبحان الله يا أخي القرآن في صورة الرعد أنا أنبه المشاهدين والقراء وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَةً وهذا قلنا في سورة ياسين تتذكر لَسْتَ مُرْسَلَةً ياسين والقرآن الحكيم وعد يقول لماذا يؤكد يا أخي هم كذبوا فهو يؤكد لهم فهذا جواب ذلك في آية أخرى أنا جمعت عددا من النصوص لكن فقط أعطي إضاحات قالوا قد سمعنا لما سمعوا بلاغة القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا مثل القرآن تأتي سورة الإسراء قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يأتوا بمثلها أبدا اقرأ النصوص متكاملة فالقرآن سباق ولذلك قال الله أفلا يتدبرون لو كان كل شيء واضحا لا داعي للتدبر سبحانه فأقول من هذا المنبر الإعلامي الذبح إسماعيل والأدنية ما قدمت من تكامل النصوص القرآن بارك الله فيكم يقول فبشرناه بغلام حليم والمقصود هنا إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه هنا ماذا تفيد أعتقد الفصيحة الفصيحة نعم فلما بلغ وإلا هل يفهم أحد أنه رزقه ولدا فبلغ معه السعي مباشرة أي فكبر الولد في حذن أبيه وتربيته ورعايته فلما بلغ معه السعي أي سن السعي كما تعرف يعني سن البلوه طيب لماذا يعني ممكن كان يقول فلما بلغ السعي ليش معه معه مع والده نقصد يعني يعني إسماعيل هو الذي بلغ سن السعي مع والده معه معه هنا المعية سيد محمد تكلم فيها العلماء كثيرا المعية هنا تريد بلغ السعي كأن ساعد يقول مع من معه لماذا ذكر الأب والله لو قال فلما بلغ مرحلة السعي والشدة والبنو لا تفيد شفقة الأب لا تفيد حلص الأب على ابنه ولا تفيد أنه بلغ هذه المرحلة وهو كان قريبا ملاصقا لوالده في حضنه في حضنه وبعد ذلك الأب أكثر شفقة على ابنه يعني لم يأخذه ليحتطيب وليعمل وهو في السن التاسعة أو الثامن وهذا لما سيأتي أقوى أقوى بدليل بلغ معه فالأب أرأف بابنه فجاءت كلمة معه أو الأدات لتصور المعية لأن الأب أكثر شفقة على ابنه من غيره بينما واحد غيره ربما يستسعاه أو يعفون يستسعيه في العمل وهو له ظالم طيب ما المقصود بالسعي السعي أي بلغ معه سن الحلم والشدة ليس ليس معناها المشي لا بلغ معه المبلغ أن يسعى أن يسعى أن يطلب الرزق أن يطلب الرزق أن يذهب في أموره وهنا أشد ما يكون الولد محبة لأبيه صحيح أنت صحيح تحب الولد وهو عمره عام وعمره عاماني لكن أشد ما يكون في حاجة لأبيه كذلك نعم يكون في حاجة ولكن عندما يرى زهرة الشباب فيه ثمرة وثمرة يقبل على ذبحه لا هنا يكون أكثر محبة في قلب سبحان الله نعم سبحان الله يقول فلما بلغ معه السعي السن السعي نعم قال يا بني قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني لماذا النداء بهذا اللفظ بأسلوب التصغير بني أول شيء ذكر أداة النداء ثم بالتصغير يا بني جميل أولا بني هي تصغير ابن كما صحيح وهذا الأسلوب يستعمل في الشفق في الرحمة والموقف الذي هو فيه كما قال أنا أعجبتني عبارة أحد المبسرين يقطع الأكباد ويحرق الفؤاد يعني هو مقبل على بلي عظيم على ذبحه فهو أبدى له شفقة يا بني أنا أحبك ولكنني رأيت هذا وأنظر أسلوب الشفقة يفيد هذا الولد بما أجابه يا أبي يا أبتي فعل يا أبتي أكثر من يا أبي يعني أبدى يا المتكلم تاء الخطاب العربي يقول يا أبتي يا أمتي يا أمتا للتوقيل وللتحبب أيضا أجابه بأسلوب الاحترام يا بني إني أرى هو رأى أم أرى دقيقة قبل أن أتي إلى إني أرى التصغير في لغة العرب له أغراض كثيرة جميل صحيح لكن من أهم أغراضه هو التحبيب التحبب والتحبيب والشفقة والتحبب والهذا وهذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمصع بن عمير يا أبا عمير ما فعلنه غير ملاطفة وتحببا وليس تصغيرا من شأنه أو غير ذلك جميل لكن لو قلنا واحد ادعى الشعر وقال له ما أنت إلا شويعر لا فيه تحقير فيه تحقير بارك الله فيه تم شاء الله محيط بهذه الكلمة التحبب يخرج إلى أغراض شتى صحيح التصغير عفوا التصغير قال إني أرى في المنام بالفعل هل هو يرى أم رأة الفعل أرى هنا في المضارع والكلام لمشاهدين الكرام يفيد تكرر الرؤية لو قال إني رأيت لو رأيت خلاص رأيت إني أرى رأيت ومازلت أرى أولا يفيد التصميم على الفعل ويفيد أن الرؤية تكررت وعلماؤنا قالوا رأى الرؤية في يوم التروية كما تعرف اليوم الثامن رأى أنه يذبح ابنه ثم تروى على الرغم أنه يعلم أنه رسول ونبي ورؤية الأنبياء حق حق ومع ذلك هل من البساطة أن يقبل أحد على ذبح ابنه صعب صعب هذه بلية لم يبتل بها إنسان إلا إبراهيم سبحان الله في كل الكون هل هناك من يذبح ابنه لرؤية رأاها واضح هذه واحد اثنين أستاذ محمد لما تروى قال العلماء سمي ذلك اليوم تروية يوم التروية من الغد رأى نفس الرؤية فعرف أن الأمر حق فسمي يوم عرفة هذه في رواية كثير من المفسرين في اليوم الثالث رأى الرؤية فهم بنحره فسمي يوم النحر وأرى أن هذه التسمية هي وجيهة في الحقيقة أوقع من أن عرف جبل عرف فيه آدم حوى لأن الأسماء في مكة وحواليها وحوالي الحرم كلها من هذه المشاعر مين يمنى فيها الدم يسال فيها الدم و لما رمى الجمرات رمى الشيطان الذي سول له و أتى ابنه كلها مرتبطة بهذه القصة لذلك هذا التوجيه يعني أقول أرى أكثر صوابا من غيره و الله أعلم طيب يقول قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك و كذلك بفعل المضارع أني طبعا هنا أن هذه المفسرة صحيح نعم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لا نقول فقط المفسرة نقول تسد مسد أرى ماذا أني أرى ذبحك فالأنا و اسمها و خبرها في تسد مسد المفعول من أرى أرى ذبحك في محل نصب المفعول الأول أو الثاني فأرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى العلماء تسألوا قالوا لماذا شاوره إذا كان أمر إلهي كيف شاوره جميل كثيرهم كثير أجابوا ولكن الإمام البيضاوي قال كلاما جميلا بيضاوي هذا علام من علماء التفسير وأهل السنة قال أولا توطينا لسمه توطينا لصبره وتمهيدا له فإن جزع علمه وإن استقبل ذلك الأمر بقبول كان له أجر عظيم ولا يباغته هل هناك رجل نبي يباغت ابنه بالذبح فشاوره من هذا ليس معنى ذلك كان يشاوره لكي لا يفعل إنما ليخبره وليوطنه على هذه البلية فوجد منه صبر حظيم اثنين لماذا كانت كان الأمر بالذبح في الرؤية الرؤية بالألف كما تعرف الرؤية بالألف في المنام والرؤية بالتاء في اليقظة ولم يكن وحيا في الواقع صحيح هل أوحى الله إليه في الواقع في اليقظة أن يذبح الرؤية دائما تكون مختلطة أحيانا الرؤية حق أحيانا تكون أضغاث أحلام أحلام فإذا كانت الرؤية تحتمل الحق وتحتمل أضغاث أحلام وأقبل على التنفيذ فهذا يدل على شدة تنفيذه لأمر الله بينما لو خاطبه يقظة فتكون صحيح يطيع الله لكن أقل فهذا فيه امتحان شديد وكبير لإبراهيم لقم ثلاثة سيد محمد إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى بما أجب الولد يا أبا تذبحني لا افعل ما تؤمر لأنه يعلم أن القضية ليس منه إنما من أمر الله هل هناك رجل يقدم على ذبح ابنه أبدا فهو يعلم أن رؤية الأنبياء حق ويعلم أنه أمر الله فعجبني أحد أبو إزقال إن كان الله أمرك أن تفعل أكثر من ذلك ليس الذبح فقط ما تؤمر به وبه جار المجل المحذوف افعل ما تؤمر به واضح ستجدني إن شاء الله من الصادرين ففي قراءة حمزة في قراءة حمزة وهي صحيحة وسبعية إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري تري أصلها فانظر ماذا تري من خلقك آه ماذا تري ماذا تري من نجابتك ماذا تريني ماذا من خلقك ومن نجابتك ومن شدتك وجلدك وصفرك وهي قراءة صحيحة انظر إلى ثراء القراءات وكيف تغني مع نفسه طيب قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما شاء الله وأضاف إن شاء الله تبركا باسم الله العظيم الذي لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذنه هذا أولا تأدبا مع الله وتبركا باسمه إن شاء الله من الصابرين كما قال الإمام بن تيمي قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا مبارك الله وهذا تزيد في الإيمان ولابد للمسلم أن يسند أمره لله ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله جميل ستجدني إن شاء الله صابرا لا من الصابرين لو قال صابرا قد تفي بالموضوع لكن من العريقين في الصبر من المتصفين الذين أصبح الصبر سمة متجدرة فيهم من الصابر أما ستجدون صابرا على هذا الأمر فقط لا يدل على أنه من كوكبة الصابرين بالإضافة إلى ذلك الفواصل القرآنية في سورة الصابر تتوافر إذن المعنى مطلوب والإقاع الصوت للفاصل مطلوب طيب يقول فلما أسلم نعم أسلم بالأمر أسلم أمرهما أمرهما لله جميل بالذبح يعني جاهل صحيح نعم وتله للجبيل نعم فلما أسلم أمرهما لله إبراهيم وإسماعيل لكن نقول في التفسير أسلم إبراهيم ولده لله وأسلم إسماعيل نفسه للذبح فلما أسلم حذف المفعول بكما تفضل هو أسلم أو لسلم لا أسلم بمعنى سلم لكن أسلم ما هكذا في القرآن فلما أسلم أمرهما لله وتله يعني أقدم معنى تله كما تعرف صرعه و كبه على شقه على شقه الأيمن أو الأيصر لم يذكر المفسرون ذلك لكن الجبين هو شق الأيمن أو الأيصر ليس هذا الجبين هذه الجبهة هذه الجبهة كثير من الناس يظنون هذا الجبين صح؟ وبينما الجبين أي أما هنا أو هنا نعم وهذه الجبهة للوجه الناصية هذه الناصية الناصية تكون هنا مقدمة يعني عند مقدمة الشعب أما هذه الجبهة جبين جبين للوجه جبينان وجبهة آه سبحان الله نعم وكثير من الناس يظنون هذا الجبين خطأ لغوي علماء اللغة يعرفون ذلك طيب بس لكي تتضح المسألة أكثر هذا جبين وهذا جبين نعم وبينهما جبهة وبينهما جبهة والنصية أعلى الجبهة أعلى الجبهة النصية وهذا خد لا في كذلك ذكرني عدنا مشتراجين وجنة ليس الوجنة لا أذكره في الحقيقة لا تصعي الخد 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 وجنة هذا الذي أعرف ربما نسينا واحدا سأذكره فإن ذكرته ذكرتك به إن شاء الله ولعله لم يرد في القرآن لكن سبحان الله يعني توحد علينا لكن هو قول واحد للعلماء وتله للجبين أي وكبه على وجهه مستعدا للذبح وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وناديناه أن يا إبراهيم أن هنا ما هي كما تعرف المفسرة المفسرة قولا واحدا لأن الفعل نادى فيه معنى القول لا حروف القول كأن نقول وقلنا له يا إبراهيم عوض قلنا له ناديناه أن نقطتين يا إبراهيم أن مفسرة قد صدقت الرؤية هنا أمل حتى شيء إنسان محمد فلما أسلم لما تحتاج إلى جواب الشرط فلما لما فعلت كذا لقيت كذا لما راجع الطالب دروسه نجح وكذا لما أسلم شرط لما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يابرهيم هذا رأي ما شاء الله عليك هذا رأي يقولون الواو الزائدة لما أسلم وتله للجبين الجواب ناديناه أن يابرهيم هذا رأي لكن الأوجه من ذلك لغة أن الجواب محذوب لما استعد وأسلم أمرهما لله وأسلم الولد نفسه لله كان من الأمر ما كان وحال الله بينهم وبين الذبح وجاءتهم البشرى وسعد الأب والابن وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقتنا جواب لما محذوف يدل عليه الحال كأنه يقول لا يستطيع اللسان ولا المقال أن يصف لسان الحال بهجة وصرورا فحذف للتفخيم والتعظيم وهذا قالوا كثير العلماء بعضهم يقول وناديناه الواو زائدة لكن لو نعطفها على الجواب المحذوف كان ذلك أكثر بلاغة فلما أسلم وتله للجبين كان من الحال ما كان بحيث لا يستطيع المقال أن يعبر من بهجتيهما وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية سبحانه ماشا الله طيب ممتاز دكتور وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين نعم كذلك الفعل كذلك ماذا كذلك الجزاء كذلك الجزاء نجزي المحسنين أي جزاء عندما عندما الله سبحانه وتأنعم عليه وأوقف الذبح كما يقول المفسرون مرر السكين على حلقه و كبه على شقه ومرر السكين على حلقه أوقفه الله البعض البعض قال بأن السكين لم تنحر أو لم تعمل لماذا الذي أوقف الإحراق في النار على إبراهيم أوقف السكين أن تذبح إسماعيل فهذا كان معجزة لإبراهيم وإرهاص لإسماعيل بأن هذا الولد سيكون له شأن واضح السيد محمد قال صدقت بالتضعيف صدقت نعم مبالغة وهل هناك تصديق أكثر من هذا مش صدقت في رؤيك أو صدقت الرؤية التي كانت حقا وأقام بكل المقدمات ثم فداه الله بذبح عظيم ووهب له كبشا وذبح ليس المقصود ذبح ابنه إنما المقصود إخراج حبه من قلبه هذا هو الذي يبره لذلك فعلت ما عليك بعض العلماء في أصول الفقه يقولون يستشهدون بهذه الآية يقولون يجوز النسخ قبل الإقدام على الفعل مفسرون آخروا ردوا قالوا لا إبراهيم أقدم وقام بالمقدمات وتله وفعل ولكن دخلت الإرادة الإلهية فهنا ليس من هذا القضي طيب هنا قال إن كذلك نجزي ليس الصابرين وليس المؤمنين وليس المحتسين المحسينين لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه إبراهيم من أسياد المحسنين رأى رؤية ويعني أقبل على تنفيذها يعني درجة الإحسان درجة عظيمة وهذه الجملة سيد محمد ربما ما سألتني هل جاءت معطوفة؟ لا لا هذا تعليل الغالب أقول الغالب عندما لا تكون أفوال الجملة معطوفة هي تعلل كأن واحدا يقول وبما نال إبراهيم وإسماعيل هذه البشرى وهذه المعجزة قل إنا كذلك نجزي المحسنين بما فرج الله عليهما كان يرتقيان في درجات الإحسان هل هذا خاص بإبراهيم وحده؟ لا وكذلك نجزي كل محسن ونفرج كربته ونكرمه الغالب قال إن هذا لهو البلاء المبين وهل هناك بلاء أكثر من أن يسلم رجل نبي رسول ابنه ويتله على جبينه ويبدأ في عملية النحر كان بلاء وكان امتحانا عظيما وفاز فيه إبراهيم وفاز فيه إسماعيل عليهما السلام قال وفديناه بذبح عظيم جميل هل قرئت بذبح عظيم؟ لا بذبح الذبح بالكسر هو الكبش أو الذي يذبح والذبح بالفتح هو المصدر عملية الذبح عملية الذبح ذبحت ذبحا أما الذبح فهو الذي يذبح المذبوح على وزني فعيل أو فعل ففديناه بذبح عظيم من الذي فده فديناه الله سبحانه وتعالى جيد المفسرون يقفون فديناه لكن في الحقيقة في الواقع إبراهيم هو الذي فد ابنه فد ابنه والله الآمر بالفداء بالفداء فنسب أو أسند الفدية أو الفداء لذاته هذا واحد الإمام البقاع صاحب نظم الدرر أتى بمعنى جميل عظيم قال من الذي يفتد الذي يكون في الأصر صحيح إسماعيل كان في أصر أبيه بل كان تحته صح صحيح يعني أقدم على الفعل ويقال إنه ربطه بالحبال إلى غير حتى لا يتحرك فإسماعيل كان أسيرا في يد إبراهيم وعزم عزما أكيدا على التنفيذ تدخلت الإرادة الإلهية قال فديناه جل جلاله من أن يذبحه هو الفادي وهو المفتدى منه بلغة يعني أصبح الله جل ثناء أسند الفداء لذاته وهذا ما يحصل ما يحصل يعني هو الله فداه وإبراهيم أصبح المفتدى منه وبالحقيقة لا إبراهيم فدى ابنه من الله تعالى صحيح من الذبح لكن لأن إسماعيل كان تحت أبيه فالله أسند الفداء لذاته العليا هذا تكريمة لإبراهيم وإسماعيل وأسند الفداء لذاته والفداء كما تعرف ما يقدم لأي جهة الأسرة عندما يكون في حرب يفتون أو يفتدون كما تعرف وإما فداء وإما فداء نعم حتى تضع الحرب أوزارها نعم قال وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بقي أن أقول لك شيئاً عظيم عظيم الهيئة أو العظيم الله معك حق عظيم الجثة كبش سمين أملح أقرن هكذا يقول المفسرون بعضهم يقول فديناه بكبش عظيم فداء عظيم لأنه فدى نبياً من نبي فداء نبي هذا معنوياً فعلاً عظيم عملية الفداء هذه عظيمة جداً عظيم ضخم سمين وقد يكون كلاهما مقصوداً نعم طيب قال وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فِي الْآخِرِينَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ ثَنَاءً حَسَنًا وَاللَّهِ كُلَّمَا قُلْنَا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم ليس فقط نحن المسلمين إذا بإلى النصارى يصلمون على إبراهيم ويصلون عليه اليهود يصلون عليه فهو أبوهم وأبو الأنبياء ترك عليه ذكراً وثناء أين المفعل به؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين ثناءً حسناً جميلاً رائعاً محذوف محذوف خلاص معلوم من السياق معلوم من القرينة المقامية وإبراهيم كان يدعو بهذا وأجاب الله دعاه لما قال وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين وأكرمه الله سبحانه إذن تركنا عليه تعود على من؟ على إبراهيم وهل تعود على إسماعيل؟ لم لا؟ لم لا سأعطيك جواب بعد قليل اقرأ لي من فضلك قال وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخرين سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم هنا في الحقيقة تعود على إبراهيم وحده سلام على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام كلمة نكرة أم معرفة؟ نكرة النكرة هنا تفيد التعظيم يعني التفخيم سلام عظيم لا يكتنه قدره يعني لا يوصف سلام على إبراهيم هنا جاء بها على السياق مبتدأ وخبر وخبر لكن تأتي أحيانا سلاما إذا قال سلاما معنى أن نسلم سلاما مطلق لفعل نحذوب جميل هنا أقول سلام على إبراهيم هل هناك في العالمين؟ لا بينما قبلها نوح سلام على نوح في العالمين في العالمين لماذا؟ لأن نوحا نبصرون يذكرون هذا التأويل الجميل لأن نوحا كان أبا للبشرين يتجمعها كلها بعد الطوفان بدأت البشرية من جديد فسلام على نوح في العالمين بينما إبراهيم له ولذريته ولمن يعرفه والله لو ذهبنا إلى اليابان مثلا يعني أمة لا تنحدر لا من صرب أسحاب ولا من صرب إسماعي قد لا يعرفونه بينما أصحاب الديانات الثلاث اليهود والنصارى وإبراهيم والمسلمون يعرفون إبراهيم هو سلام على إبراهيم طيب لما قال وَتَرَكْنَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ من هم الآخرين كل من يأتي من الأقوام بعد إبراهيم نعم فهم الآخرون طيب قال سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كررها كررها ولكن حذف إنا حذف لم يقل إنا كذلك لماذا في سورة الصافات كل من أنهى الله قصة كانت اللازمة إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك لما قالها في البداية إنا كذلك نجزي المحسنين في فدية إسماعيل هنا أكد الكلام في المرة الأولى فحذفها واحد واضح لأنها تتمة للقصة ذاتها ولا داعي للتكرار هكذا قال العلماء إنه من عبادنا المؤمنين من هنا إبراهيم ولا إسماعيل كذلك حليل عن إبراهيم إنه بعد درجة الإحسان كذلك نجزي المحسنين تأتي جملة معللة كأن أنا وأنت قل بما بلغ درجة الإحسان بالعبودية والإيمان إنه من عبادنا المؤمنين صح؟ وعبادنا الإضافة فيه التشريف شرفه بأن أضافه إلى ذاته العلية ووصفه بالإيمان قد يقول قائل أنا متى أصل درجة الإحسان أخي تستطيع أن تصل درجة الإيمان درجة العبودية هذه الجملة تحفز وتحرض العالمين على الإيمان وتريهم درجة الإيمان العظيمة التي تدعوك إلى درجة الإحسان مبارك الله قال وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا من الصالحين هذا الدليل من الأدلة التي ذكرتها سابقا الواو للمغايرة وأنا أعمل إلى ذلك وكثير من المفسرين وجدناهم يذكرون ذلك وَبَشْرْنَا لأنه طبق الرؤية وأقبل عليها بصدق كان جزاؤه أن أعطاه ولدا ثانيا والجزاؤه من جنسي العمل وجاءت قصة إسحاق النبي والواو كذلك تدل على التراخي فيها شيء من التراخي الزمني دعنا نقول مطلق العطر يفضل أن تقول مطلق العطر بينما ثم تفيد التراخي ثم أكثر أنا معك لا هي تفيد التراخي لكن نحويون يسمونها مطلق العطر واضح وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا السؤال الذي يتبادل في ذهنك وفي ذهنك هل يولد نبيا؟ أبدا وكيف يعني أشاره بإسحاق؟ يعني أنا الذي أفهمه بأنه بشره بمولود اسمه إسحاق يكون نبيا ممتاز إذن كلمة نبيا في الإعراب حال مقدرة حال مقدرة وبشرناه بإسحاق حال كونه نبيا مقدرا نبوته مقدرا كونه من الصالحين وإلا لا يستقيم أن يبشر بولد يولد يولد نبيا لا يولد نبيا يولده وليدا رضيعا فطيما إلى أن يصبح نبيا فالعلماء النحويون كلهم حال مقدرة أي يقدرها الناطق بها نعم فبشرناه بإسحاق مقضيا نبوته مقدرة نبوته طيب حينما قال بشرناه بإسحاق نبيا كانت تكفي عن من الصالحين لأن النبي يجب أن يكون من الصالحين شكرا ما شاء الله عليك لا تقول نبي لابد أن يكون صالحين والنبي أعلى من الصالحين أعلى بالفعل لكن هو يفيد شيئين أولا يفيد أن إسحاق سيكون نبيا ولكن ليس ذلك فجأة إنما يكون عريقا في الصلاح من الصالحين يكون قد شب وكبر في حذن أبيه في الصلاح حتى يبلغ النبوة هذه واحد اثنين تنويها بصفة الصلاح يا أخي أنا نقول لك أنا أو أنت نقرأ القرآن هل النبوة تكتسب لا طبعا الصلاح يكتسب بلى ممتاز لو خلاها وقال وبشر الله بإسحاق نبيا تبقى العملية خاصة بإسحاق هذا من الصالحين حتى يحفز النبوة صلح على الصلاح والصلاح هو الدرجة بعد ذلك إذا الله اختارك نبيا طبعا قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلم حتى تتشوف النفوس لصفة الصلاح ذكره ولأنه يريد أن يقول له أنت دعوت وقلت ربي هب لي من الصالحين فأجبتك بنبي من الصالحين حتى لا يقول قائل بأنه اكتسب هذا لم يكتسب عفوا اختير للنبوة وهو لم يبذل شيء لا هو بذل بذل ورباه والده وهو اجتهد في الصلاح فكان عريقا من الصالحين طيب يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه من ذريته من محسن وظالم لنفسه مبين سنتعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة حيث أن وقت برنامجنا انتهى شكرا فضيلة الشيخ الدكتور جزيلا شكرا على ما قدمت وما تفضلت به وملتقانا يتجدد بحول الله في الحلقة القادمة وأشكركم كذلك على متابعتكم لنا هذه الحلقة من برنامجكم في رحابي صورة إلى الملتقى بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة